أكد وزير البترول طارق الملة على نجاح شركة بيتروجيت في تعظيم المكونة المحلية في المشروعات كما أنها تقوم بتصدير معدات متخصصة للمشروعات البترولية بالخارج تحمل شعار صنع في مصر جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بيتروجيت عن عام 2023 وأضاف الملة أن بيتروجيت قد حققت حجم تعقدات وإسنادات جديدة غير مسبوقة بلغت قيمتها 139 مليار جنيه خلال العام بزيادة قدرت بـ 12% على حجم التعاقدات عام 2022